هيا نتكلم بكل صراحة بدون انحياز ولا تضيلي الموبايل اللي بتكلم عليه النهاردة مقدمش جديد يذكر في السوق حاليا سواء لسوق الهواتف او لسامسونج بوجه خاص لو انت واحد فان لسامسونج وتدور على موبايل لسامسونج في الفئة المتوسطة حاليا وعايز تجدد موبايلك ايه اللي يخلينا روح لسامسونج جالكسي ايه 55 الموبايل ده انا بقالي شوية بجربه وحقيقي سامسونج نزلت موبايل بلا داعي بلا هدف الجامعة كنت اخدوا الـ 54 وغيروا العلب بتاعته محدش كان هاخب باجه ايه اللي عم اه في حيات كتير حلوة ولكن لو بصيت من جانب التجربة وعدم الانحياز وبدون تطبيل وبدون اي حاجة من الحاجات دي تتلاقي موبايل ما غيرش ايه حاجة هو موبايل بس غيرنا اللبس بتاعه وشيكناه شوية ونزلناه بسعر اغلى 6000 ل7000 جنيه وبمناسبة فيه موبايل يفرمه وبيقدم اداء فلاكشب اقوى منه ومن سامسونج برضو في نفس السائل بتاعه فالفيديو تاعنار ده هو مراجعة كاملة وعصر وطحن وتفعيص في السامسونج جالكسي اي 55 ولو انت واحد بتحدي سامسونج وبتدفع عنها بلا هدف فالفيديو ده مش ليك لو انت واحد عايز تسمع تجربة الحقيقية للموبايل فالفيديو ده هو الفيديو المناسب جدا لو انت بتفكر تشتري الموبايل ده او لو معاك الـ 54 وبتفكر ترفع لـ السامسونج جالكسي اي 55 او تعمل ترقية من موبايل اكلي فلازم تتفرج على الفيديو ده من الاول لالاخر وقابل الفيديو بتاعنا انسي بتاعت الفيديو اعمل لايك وصر وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدأ المراجعة الكاملة في الحقيقة شفت فيديوهات كتير جدا الموبايل تدايق يعني يا جماعة انتوا ليه طالعين بالموبايل السامة كده الموبايل مفهوش جديد نهائيا فبصت كده وجبت الـ 54 جنب الـ 55 طلع لي حاجة جديدة طلع لي حاجة جديدة غير الاطار الالومينيوم المعدني اللي بيحيد بالموبايل وشكرا ده الفرق الوحيد اللي ممكن تلاحظوا ما بين الموبايلين عندك نفس الظهر الزجاجي عندك نفس الشاشة السوبر املد الـ 120 هيرتز اللي بتوصل لسطوع 1000 نتس واللي بتيجي بمقاس 6.6 انش وبتيجي بنفس كسبة البكسلات يعني ما عملناش أبجيت زي باقي الشركات لدقة 1.5 ك لأ لسه فول ايش دي بلس ودي حاجة غريبة من سامسونج في 2024 ده مش معناها ان هو وحش ولكن مفيش تطوير لحد دلوقتي اللي بولولك ده نفس مواصفات السامسونج جلاكس ايه 54 الأخ الأقدم واللي أرخص حوالي من 7000 جنيه لتمن تلاف جنيه في الوقت الحالي وعشان ما نكونش بنظلم الـ 55 ففيه طرقية صغيرة انش شاشة الموبايل بقت محمية بكورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلاس بدل الكورنينج جوريلا جلاس 5 ولكن في الأقوة في الآخر انت بتشتري سكريم بورتكتور اللي الموبايل بيجي صلبوت من العلبة لا مع شاحن ولا محطوط عليه سكريم بورتكتور ولا مع جرام فمع المعدن والإزياز والكلام ده كله والدلع والهاشتاكة دي كلها انت محتاج تجيب الحاجات دي وانت بتشتري الموبايل واللي هيزود على السعر الموبايل لو جدت الشحن 25 واط فرنج من 1500 لألفين جنيه لا 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 يا عم هوري انت بتبالغ في تجربة الموبايل لا والله بجد الموبايل فعلية مستفز الموبايل هنا مازال بيقدم لك نفس التجربة العقيمة بتاعت البصمة البصمة بطيقة يا جدعان بصمة سامسونج في عقلة الايه بطيقة جدا جدا يعني يتطوروها يتحط البصمة في الزرار الباور زي عقلة الام اللي بطلت تنزل من فترة طويلة انا هبقى راضي جدا ويعني هبقى مبسوط الموبايل كويس ولكن ليه بصمة تبقى بطيقة انا بكين انا بتكلم عن 54 لنوبايل ده نسخة منه يعني ما زلنا 54 لخمسة 50 كويسين ليه البصمة بطيقة دي حاجة انا مش فاهمها طب يا عم هواري كلمني عن الاداء الاداء هنا عادي نفس الاداء 54 اي نعم هنا انت خدت معالج الاجزينوس 1480 اللي هو اعلى من 1380 ولكن هنقرض الواقع فرق الاداء لا يتخطى الـ 5 لـ 7% دور على الموضوع وجرب الموبايلين جنب بعض مش هتحس بأي فرق نهائيا الموبايل هنا برضي بيجي بواجهة الـ 1UI 6.1 على الاندرويد 14 واللي هو بالمناسبة احديث وصل الـ A54 اللي مازال بيقدم تجربة ممتازة مع الـ 1380 وانا عايزك تكمل الفيديو الاخر يا صاحبي عشان اجيب لك صفقة ازياد 500 جنيه هتدي لك فرق اداء من فئة متوسطة لـ من سامسونج بارتا بس تكمل الفيديو الاخر ما زلت تركب كارت ميموري عندك مايكل مايكل اساسور ومايكل تاني ما زال عندك تجربة سماعات ستيريو ما زال عندك كل الكماليات اللي سامسونج قدمت لك في الأجيال اللي فاتت موتور فيبريشن كويس لينير كل الحاجات دي مازالت هي هي نفس اللي كانت موجودة في الـ A54 وعندك نفس البطارية 5000 ميلي أمبير مع الشاحن السريع 25 واط والشاحن مش موجود في العلبة ولمناسبة سعر الشاحن مش اقل من 1500 جنيه في الوقت الحالي انه كنت قلتا في اول فيديو بقولها لك تاني الشاحن مش رخيص واكسسورات سامسونج مش رخيصة في السوق المصري بالنسبة للكاميرات سامسونج بتقدم فعلا في سلسلة الـ A كاميرات لا يقل عليها وسط المنافسين ولكن كان نفسي ان انت تحطوا لي يا جماعة كاميرا تيلي فوتو 2x 3x كانت تفرق معايا جدا واللي بنسبة الموبايل اللي هقولك عليه فيه كاميرا تيلي فوتو برضو واغلى 500 جنيه بس الموبايل هنا بيقدم لك كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل OIS بتقدم تجربة ممتازة جدا قبل إضافة لكاميرا 12 ميجا بيكسل Ultra Wide وكاميرا 5 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو الكاميرا الأساسية مازال بتصور 4K 30 فريم في الثانية مازال عندك كاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل برضو بتصور 4K والسكن تون محترم قوي اللي هو لون البشرة والجلد ومعالجة الألوان ولكن كل الكلام ده قتل بحسن في الـ A54 اللي هو قدم تجربة منتطورة وأفضل من الأيال اللي قابلوا في التصوير وخصوصا في تجربة تصوير الفيديو فحتى الآن الموبايل ما بيقدم لناش أي جديد يا سامسونج في الفئة المتوسطة أو حتى في عائلة الـ A من سامسونج لحد دلوقتي أنا مش شايف أي سبب يخلي أي حد اللي هو يشتري الموبايل ده إلا لو أنت مراجع تقني عايز تجيب الموبايل تجربه وتشارك تجربته مع الناس وللحد دلوقتي أنا مش شايف أي سبب يخلي أي مستخدم طبيعي يجيب الموبايل ويشتريه ويخسر فيه كتير يعني يدفع فيه كتير الموبايل سيارة دلوقتي فصول مصري 23,500 جنيه وهسيب لك لينك الشرق من الـ Description تحت الفيديو ده لو أنت عايز تشتري الموبايل ولكن اللي يخليك تدفع فلوس في الموبايل ده وانت عندك السامسونج جالكسي S23 FE نسخة الفان اديشن فلاكشيب حرفيا في حاجات كتير جدا من المواصفات بتاعه فأنت هتاخد هنا مقاومة أعلى للمويل غبار IP68 هتاخد معالج الـ Exynos الـ 1200 اللي بيقدم تجربة أفضل كتير جدا في كتير من النواحة بتاعت الموبايل هتاخد تجربة كاميرات أحسن وهتاخد كاميرا تلي فوتو وهتطللك صور بورتري جبارة جدا ودي من الحاجات اللي بيتميز للايفون مثلا في شكل كتير بتتجه للموضوع دلوقتي زي Realme في Realme 12 Pro Plus واللي بمناسبة فيه مقارنة خرافية ما بين الـ A55 والRealme 12 Pro Plus بجهز لها دلوقتي هتنزل على القناة خلال أيام فنسوش تعملوا لك من تحت الفيديو سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بالفيديو ده ولكن حتى هذا الحين لو أنت متحمس تشتري صفقة خرافية وموبايل تستثمر فيه شوية حلوين قدام الـ 23 FE موبايل فوش غلطة موبايل تحفة وسعر دلوقتي بتتكلم في السوق فرنج 24 ألف جنيه وهستيب لكم برضو لينك الشراء في الـ description تحت الفيديو شراء مباشر بأفضل سعر حاليا موجود في السوق المصر فإن لي يخلينا سامسونج أسيب الـ 23 FE مثلا أو إيه لي يخلي واحد معاه A54 نيرقي أو حتى حد معاه A53 نيرقي للـ A55 وليه حتى ممكن يدفع الرقم ده في الموبايل ده عند تسعير غريب أو الصراحة وده رنجر أسعار موجود في السوق ولكن لما يكون فيه ترقية منطقية ولكن حتى الآن الـ 23 FE صفقة أفضل بكتير قوي ولسه الحد في الوقت لو أنت معاك الـ A54 ما تعملش أي نوع من الـ Upgrade ولا تضيع فلوسك ولا تخسر في الموبايل واللي بالمناسبة لـ A54 دي وقت السعر وبيتروح من 14 ألف جنيه لـ 16 ألف جنيه على حسب النسخة اللي أنت تشريها فده صفقة لا يعلق لها دي كانت كل حاجة فيديو بتاع النهاردة لو فيديو أجعكم ستشعر ملايك وسبسكراب وفعلت زراج جرس أنا عارف الفيديو يزعل ناس كتير مني وممكن يزعل سامسونج نفسها ولكن دي الحقيقة الـ A55 موبايل بلا هدف أنا بشعف ونازل اللي أمليأ أصلا في السوق دي كانت كل حاجة كان معكم عبدالرحمن هواري نشوفكم في فيديو عظيم جاي مع السلامة اشتركوا في القناة